أزمة عطش طال أمدها ببلدية مزاور جنوب ولاية سيد ابن عباس ما ضعف من معاناة السكان الذين يجبارون على اقتناء صهاريج مياه تجهل صلاحية استهلاكها أخي كريم نعاني من أزمة المياه البلدية في أزمة أكثر من أسبوعين أو أكثر لم يكن في البلدية الوضع أثار سياء المواطنين الذين لم يجدوا الجهة التي ترفع إليها انشغالاتهم بعد تجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي نتيجة انسداد دام لعدة شهور نحن لم نشكو نحن البلدية لم نشكو بس كوراها بدون رئيس بلدية ركت عرفهم مشكلة عمزورة نحن نتمنى بلغي الماء نحن لم نضمون دينا حتى حاجة الماء والماء والماء كاين الحسيات عدنا ثلاثة الحسيات يرانا نعانو من قطرة ماء صارح للشرب هذا ما طلبنا والسبب يرجع إلى أن البلدية ره تسير بدون مسير هراها عندها مرهن فرضي عنها سلطة حلول ولكن مدش واجب تاحها هل ترى أن المواطن يقعد بلغ بلغ ماء لمدة عشرين يوم بس ادخلت سلطة حلول تجار الأزمات من أصحاب الصهاريج احتكروا البئر الذي يرتوي منه السكان ليفرضوا بيع كميات المياه بأسعار يعجز الكثير عن توفيرها في انتظار تدخل السلطات شكرا للمشاهدة